تنفيذا للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن تكليف عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الخدمية بزيارة منطقة سترة والنبيه صالح لمتابعة احتياجاتها من المرافق والخدمات اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بممثلي وأهالي المنطقة وخلال الاجتماع استمع الحضور إلى شرح من قبل الوزير حول الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة في منطقة سترة والنبيه صالح والتي تضم 13 مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية ومن بينها خدمة المواصلات التي توفرها الوزارة للطلبة داخل المنطقة وخارجها والمشاريع التعليمية المستقبلية في هذه المنطقة كما تم الرد على استفسارات الحضور والتي تأتي في ضوء الشراكة بين الوزارة والمجتمع المحلي وقد وجه الوزير خلال الزيارة إلى فتح ناديين صيفيين للطلبة والطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية في منطقة سترة أحدهما في مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين والآخر في مدرسة سترة الابتدائية للبنات كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج يتضمن استخدام العديد من المنشآت في المدارس في الفترة المسائية لتنظيم الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع الشبابي بعدها قام الوزير والنائب والحضور بجولة في عدد من المنشآت للاطلاع على أعمال الصيانة الوقائية والشاملة العديدة والمتنوعة التي تقوم بها الوزارة بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد اليوم كان لقائنا لقاء مثمرا بحثنا مجالات التعاون وتفعيلها خصوصا فيما يتعلق باستخدام المنشآت التعليمية بعد نهاية الدوام الرسمي لأن أيضا هذه المنشآت ممكن أن تسهم في تقديم مزيد من الخدمات وكان لسعادة النائب الموقر دوره الكبير في طرح هذا المشروع وسبق الناقشة أيضا مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم واليوم تغنى إلى محلة التفعيل سوف يكون هناك اجتماعا رسميا يضم مكتب سعادة النائب والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم حتى نستطيع من خلال هذا التصور إيجاد آلية لتفعيل هذه الأنشطة في الفترة المسائية وفي إطار الاهتمام أيضا اتفقنا على فتح ناديين صيفيين في منطقة سترة الأول للطلاب والثاني للطالبات اللي أيضا تعطي إتاحة الفرصة لهم لمزاولة نشاط رياضي وثقافي وتعليمي نحن في تواصل مستمر مع سعادة النائب الكريم الذي هو حلقة وصل الفعالة ومثمرة في الحقيقة تعجز الكلمات عن توصيل شكرنا وثنائنا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة من سلمان آل خليفة ويعجز شكرنا في الحقيقة لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجر النعيمي على جهوده الكبيرة والجبارة في تطوير العملية التعليمية والتربوية اليوم نتشرف في سترة باستقبال سعادة الوزير وإطلاعنا على كل ما تقوم به الوزارة في تهيئة المدارس وإعدالها لاستقبال الطلاب من جديد وأمام عيني نحن في هذه الجولة رأينا جهد كبير وجبار وفي تسابق مع الزمن فقط الأرقام التي قيلت لنا أرقام كبيرة ومهولة يعني شلون يقدرون في خلال ستين يوم على صيانة هذه المدارس بأعداد الكبيرة فيها من سواء من المبردات أو المكيفات أو الكهرباء والمرافق الأخرى في الحقيقة نطمح إلى مزيد من التعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ولم نجد من سعادة الوزير إلا كل ترحيب بداية طبعا شكر جزير لي سموه رئيس الوزراء على توجيهاته لوزير التربية والتعليم لزيارة منطقة سترة وسعدنا جدا بلقاء سعادة الوزير الذي لمسنا منه مع الطاقم اللي معاه كل تعاون وكل الجدية وكل الوعود الوعد لطرح سعادة الوزير وأوفى بوعده بقرارين تقريبا مباشرين بفتح مراكز وبفتح أيضا منشآت وزارة التربية لأهالي المنطقة ترجمة نانسي قنقر بداية ترجمة نانسي قنقر